اشتركوا في القناة وأقصد بذلك الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه أرضاه كان عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود ومن أعلم اليهود بالطورة وبعد أن هداه الله إلى الإسلام دع ابني أخيه سلم ومهاجرا إلى الإسلام وقال لهما لقد عنمتما أن الله عز وجل قال في الطورة إني باعث من ولدي إسماعيل نبيا اسمه أحمد فمن آمن به فقد اهتدى ومن لم يؤمن به فهو ملعون فأسلم سلمة وأبى مهاجرا فأنزل الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ومن يرغب عن ملة إبراهيم لا أحد يرغب وينصرف عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه وملة إبراهيم عليه السلام هي طريقته ومنهاجه وهي الإسلام بمعنى الاستسلام التام لله عز وجل فمن عرف الإسلام ثم عرف فضله ثم انصرف عنه إلى الشرك فلا شك أنه سفيه من السفهاء ويعني إيه سفيه؟ ما السفيه إلا جاهل امتهن نفسه واستخف بها ورضي لها بالدون ولأن الشيء يعرف بضده فلا أرشد ولا أهدى ممن رغب في ملة إبراهيم وفي الإسلام ولقد استفينا وانتقينا واخترنا في هذه الدنيا إبراهيم نبيا ورسولا وأبا للأنبياء وخليل للرحمن وإماما للعالمين وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم أعلى الدرجات في الجنة رغب اليهود والنصارى عن ملة إبراهيم وابتدعوا اليهودية والنصرانية وهي ليست من ملة إبراهيم وليست من عند الله أما نحن كمسلمون فقد أمرنا الله عز وجل بأن نتبع ملة إبراهيم قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين وإذا كان خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملة إبراهيم عليه السلام فما بالك بمن هو دونه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه استفهام استنكاري فيه توبيخ وتقريع لكل من وقع في ذلك ومعنى الملة ما يميل إليه الإنسان والمقصود بها الطريقة والمنهاج والدين وتأكد وتيقن أنك بخير طالما أنك على ملة إبراهيم وعلى الإسلام لأن من قال تلك الحقيقة هو الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه وخلي بالحضرتك أن الأفعال نوعان فعل تام وفعل قاصر الفعل التام يصل إلى المفعول بذاته زي حضرتك ما تقول أكلت التفاحة أما بقى الفعل القاصر فيحتاج إلى أداه ليصل إلى المفعول زي اللي موجود عندنا في الآية الكريمة ومن يرغب عن ملة إبراهيم هتلاقي أن يرغب محتاجة لأداء اللي هي عنه ليصل إلى المفعول ومعنى يرغب عن أن يرفض الشيء ولا يريده وعكسها يرغب فيه أن يحبه ويريده وملة جميع الأنبياء منذ آدم عليه السلام وإلى محمد عليه أفضل الصلاة والسلام هي ملة الإسلام وكانت وصية إبراهيم عليه السلام لبنيه هي نفسها وصية سيدنا يعقوب اللي هو سيدنا إسرائيل عليه السلام لبنيه يا بني إن الله استفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهذه الوصية أيضا ذكرت لليهود والنصارى في العهد القديم والعهد الجديد هنلاقي في العهد القديم في سفر التاثنية رقم 6 اسمع يا إسرائيل الرب إلى هنا رب واحد وحنلاقي في العهد الجديد سأل أحد الكتب سيدنا يسوع عليه السلام وقال له أية وصية هي أولى الوصايا جميعا فقال يسوع عليه السلام إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلى هنا رب واحد فمن منا رغب في الوصية ومن منا رغب عن الوصية قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين والسؤال دلوقتي هل نحن كمسلمون جميعا على ملة إبراهيم الإجابة لا فيجب علينا جميعا كمسلمون أن نحي ملة إبراهيم في قلوبنا وكما حطم إبراهيم عليه السلام الأصنام بيمينه فيجب علينا أيضا أن نحطم أي تعلق بأشخاص أو كبور لأولياء الله الصالحين وأن يكون تعلقنا الوحيد بالله عز وجل فمن استعان بغير الله ليس على ملة إبراهيم ومن توكل على سواه فليس على ملة إبراهيم ومن استغاث بمعبود لله ليس على ملة إبراهيم فعلينا أن نتعلق فقط بالرحمن الرحيم وأن نترك التعلق بأولياء الله الصالحين فإذا ادعى أحد اليهود أو النصارى وقال حسنا حسنا أنا على ملة إبراهيم عليه السلام ولكنني لست على ملة محمد صلى الله عليه وسلم نقول له كلا إن ملة إبراهيم وملة محمد صلى الله عليه وسلم واحد لا يتجزأ فجاء الإسلام ونسخ جميع الشرائع السماوية السابقة كما جاء القرآن الكريم ونسخ جميع الكتب السماوية وكما امتلأت المدينة المنورة في العهد النبوي بالصحابة امتلت أيضا بالصفهاء من المنافقين واليهود قال الله تعالى عن المنافقين وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ووصف الله عز وجل أيضا اليهود بالصفهاء قال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قال الإمام الشفعي رحمة الله عليه السفيه هو الإنسان ناقص العقل الذي يتجرع على الآخرين بالسب والشتم يتهجم بلا سبب ويطلق الكلام القبيح بسهولة فهو إنسان غير ناضج ولا مسؤول ثم أنشد هذه الأبيات سكدت عن السفيه فظن أني عيت عن الجواب وما عيت فإن كلمته فرشت عنه وإن خليته كمدا يموت إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت والخلاصة أن السفيه قادر على ارتكاب كل شيء وأي شيء حتى القلم بيد السفيه كالخنجر بيد الطفل وقد يكون الإنسان حكيما في أقواره عندنا مثلا غندي بالتأكيد أنه أيكون في الهند لكن لما تراه يسجد لبكرة ماذا تقول عنه؟ أنه سفيه وفي هذا الزمان الكافر سفيه والمشرك سفيه وأهل الكتاب من اليهود والنصارى سفهاء فإذا أردت أن تكون سفيها فعيش بلا هدف بلا دين كن أرضيا مديا كن كالذباب ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه كلمات قليلة ومعاني فياضة وجليلة فالنفس خلقت لمعرفة الله ولعبادة الله قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والنفس أيضا خلقت لجنات عرضها كعرض السماوات والأرض فمن ترك معرفة الله ولم يعبد الله ورفض الجنة لا شك أنه سفيه من السفهاء فالإنسان إما أن يزكي نفسه ويطهرها من كل شر وينميها من كل خير وإما أن يلوثها بالمفاسد والشرك قال الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وفي الآية الكريمة أيضا تعريض بكفار كريش الذين دائما ما كانوا يفتخرون بالانتساب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكنهم لما أعرضوا عن محمد صلى الله عليه وسلم فقد رغبوا عن ملة إبراهيم وما يعقل حقيقة النفس إلا أولو الألباب وإحنا كلنا في الدنيا وقت الجد بنقول أنا ومن وراي الطوفان وفي الآخر بنقول نفسي نفسي فإياك وأن تغتر بهؤلاء السفهاء وما عندهم من تقدم وحضارة وصناعة نعم أخذوا بالأسباب الدنيوية فأعطاهم الله من فضله ولكنهم تركوا أعظم مهمة أن يتعرفوا على أنفسهم فيعرفوا ربهم من أعظم طرق الحصر النفي والاستثناء زي الموجود في لا إله إلا الله وزي الموجود عندنا في الآية الكريمة النفي في من الاستنكارية والاستثناء إلا من سفيها نفسه أولا قد استفيناه في الدنيا قال فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه استفى الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بكلمات فأتمهن والكلمات كانت مجموعة من الاختبارات والابتلاءات فاستحق أن يكون إماما للناس يقتدون به ويتبعون ملته ولا قد استفيناه في الدنيا أكد الله عز وجل ذلك بثلاث الوو ولام القسم وقد والمقصود والله لقد لاحظ معي أيضا أن من استفاه في الدنيا هو الله عز وجل فكيف نرغب عن ملة من استفاه الله لنا وقال بعض السلف إنا في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة فإن لم تجد لعبادتك لذة في الدنيا فاتهم نفسك بالتقصير وإنه في الآخرة لمن الصالحين والصالحون في الآخرة لهم أعلى درجات الجنة وكانت دعوة سيدنا يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين فاللهم لا تحرمنا من صحبة الصالحين في الآخرة بمنك وفضلك وجودك وقرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر